مرحبا فيكم حبائي ببرج القوس. شاء الله يكون شهر خير على الجميع. راح نشوف طاقتك هذا الشهر وراء بشكل عام. شوي لمحة عاطفية عن العاطفة. تحزير ومسج من الحبيب. خلينا نشوف طاقتك كيف عاملة. هذا الشهر تركيزك على شو راح يكون. يا قوس. يا قوس. آآ طلع مقلوب. هاي طاقة الاوهام او الاكاذيب اللي كانت من حواليك. خلينا نقول بالفترة الماطية. طلع مقلوب. في نهاية لالها. آآ في حد لالها. ولكن انت اللي راح تحط هذا الحد. لانه هاي طاقتك انت. انت اللي راح تصرف طاقة على هذا الموضوع. فيعني شيء منيح. شيء مبشر بالخير. شوف بشكل عام. خلينا نقول للطاقات. في عندك آآ قوس او اسد. عم يطلعوا له كل الابراج. طيب. آآ في عندك ميزان ممكن يكون. آآ في عندك طاقات ترابية عم بتبين كتير. آآ طاقات هوائية ونارية. آآ بشكل عام. من بعد صبر. من بعد آآ تعب. عم بشوف. من بعد آآ ما كنت آآ حامل حمول آآ يعني آآ في في آآ مسؤوليات آآ يعني. آآ عليك. كل آآ عليك. انت اللي مطلوب منك يمكن تصرف. انت المطلوب منك انه تعطي. انت آآ تعتني. انت يمكن تكون للأب والأم بنفس الوقت. آآ او شخص عندك مسؤوليات كتيرة. آآ او انك آآ شاعر بانه في حمول كتير فوق آآ ظهرك ما عم تقدر تخلص. آآ منها لدرجة انك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر. ممكن تسافر هذا الجهر يا برج. القوس. عم بتكون طاقتك. انت اساسا ناري وطاقتك عم بتكون نارية اكتر. عم بتكون آآ بدك الامور بسرعة تتتم. بدك ما عندك صبر ما عندك كزا. آآ ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بدشره آآ آآ يعني من اول الشهر رح تحس انه آآ بعدين فيه امنية رح تتحقق عندك آآ حققت جزء ورح تكمل تحقيق الامية الامنيات او فيه امنية معينة رح تتحقق. انا بشوفها على صعيد عملي اكتر ما هو آآ عاطفي وممكن يكون طبعا عاطفي ازا كان مع شخص آآ مائي او قوس او اسد ناري بشكل عام او مائي آآ شايفة انه رح تبدو بداية جديدة. بداية جديدة مع نفس الشخص القديم ازا كان فيه سيناريو آآ عاطفي آآ بداية جديدة مع نفس الشخص القديم او شخص انت كنت تستنى او منتظره اليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الاشياء العاطفية او التوقعات العاطفية بتكون احيانا عكسية آآ عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا اشراء ولا شي خلاص خلصت اعطيت عملت ساويت بكفي آآ وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك ب بطريقة غير متوقعة آآ يمكنك انت كنت عم بتأجل موضوع عم بكون في عندك شوي صراع نفسي ممكن بين العقل والقلب ما بعرف آآ في عندك آآ نوع من الصراعات آآ كانت او راح تكون في الاسبوع التالت احتمال ولكن آآ راح تنتهي بقرار منك آآ يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار راح يجيب لك آآ بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها انا حسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة آآ عندك اما مع شخص آآ تطور في نفس آآ العمل آآ خاصة اذا كان مديرك من برج آآ ترابي او آآ ناري فهو آآ ممكن يرقيك او ممكن يعطيك آآ مسؤوليات اللي انت كنت تحسها انه آآ كتير آآ يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي راح تجيب لك آآ السمعة الطيبة وراح تجيب لك الترقية وراح تجيب لك آآ اشياء حلوة ما بعد هيك فآآ عادي جدا انا بقول لك اتعب آآ اول فترة من آآ الشهر ما في مشكلة لانه بعدين في النصف الاخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في في الموضوع في شخص آآ ظلمك آآ ممكن يكون طاقته آآ مائية او هوائية هذا الشخص آآ او نارية ممكن تكون هاد الشخص آآ عم تاخد حقك آآ منه على العلم يعني قدام الناس آآ زي ما راح حقك قدام الناس او انهنت او كزا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وآآ شايفيتك منتصر منتصر على شخص او على موقف آآ على شخص ممكن يكون آآ برجه آآ آآ هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي في انتصار على هاد الشخص وهاد الشخص احتمال كبير يكون انثى آآ هذا بشكل عام وشايفي في فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لانه ما شايفيتك مسافر ولكن في فرصة آآ سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان اشتركوا في القناة حبيبي انتبع حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات آآ وحدة على الاقل آآ فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء اذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى النهاية راح يموت راح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك اياه المشكلة اللي في الشاكرات او الطاقة السلبية خلينا نقول انا مش حبي احكيها انه طاقة سلبية سحر عين حسد آآ راح تنتهي ممكن في هذا الشهر في اوله او في النصف الاول آآ لانه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي اكتر شي لانها طلعت بالورق العاطفي آآ شايف ممكن جدا انه آآ خلينا نحكي كون في ناس راح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة اذا كان برج السرطان او برج مائي آآ وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة آآ هذا السيناريو للاشخاص اللي يمكن ملوا آآ خلاص من الطرف الآخر او الشريك آآ كانوا عم يستنوا لفترة طويلة آآ عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلا شخص جدي آآ شخص عم بيكون مائي او ترابي آآ عم بيكون جدي اكتر آآ عم بيكون بيستحقهم فعلا آآ من زمان عينوا عليهم او آآ يعني من هذا القبيل آآ شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن انه آآ يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك اما آآ انت تشك بالشريك او الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في آآ يعني مخاوف من هذه القصة آآ عم بيكون في آآ بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض آآ عم بيكون في زكريات آآ طاقد زكريات كبيرة خاصة في الاول الشهر آآ عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد آآ تعب يعني ومن بعد آآ فترة طويلة من الانتظار من الظلمة في هاي العلاقة يمكن اعطيت كتير آآ فعم تسترد اللي انت اعطيته عم بيرد دلاكية الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء أو عنده شوية مشاكل عنده عوائق آآ فيه كان آآ طرف ثالث آآ موسيطر والآن عم بتلاشا آآ طرف ثالث آآ قلنا حبايبي مو شرط خيانة آآ يعني ممكن يكون اي عائق آآ في العلاقة آآ شايفي فيه علاقة جدية بالافق حتى للمنفصلين مبنية على اسس مبنية على اسس آآ يعني ثابتة مش مش حكي فاضي او مش اوهام او مش وعود بالهوى عم بيكون عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص آآ من بعد المشاكل من بعد الكزة رح يرجع طبيعته معاك رح يرجع آآ ب بصفاته اللي بلش معاك فيها خلينا نحكي آآ ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات آآ مائية او ترابية او حتى ناريين آآ ممكن يلتقوا بشخص آآ جديد هذا الفترة هاي الفترة آآ هذا الشخص آآ ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي آآ متلاعب عنده اساسا طرف وعم بيحاول انه يدخل حياتكم للحفول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين. اذا ورق بشكل عام جميل. نشوف مسج من آآ الحبيب ما قادر حكي لنا اياها. او من عقل الباطن او كلمة او. هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا انه انا نفسي اجيب طفل منك. عم اه لا والله هدا مش تحزير. هدا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد راح تتوقع عليه. في ورقة اللي هي اما عقد زواج او عقد يمكن عمل. اه في عقد راح تتوقع عليه. في ورقة راح تروح تتوقع عليها او. في ورقة راح تروح تتوقع عليها او. بقول لك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقول لك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة سلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها أولة بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفجر جاي